مرحباً بالجميع في وديو جديد على القناة. والله نحن نحن نتعرفه على الانترنتين اوغال دانسينيومون في 2022. يعني كما تعرفون انه كان واحد تغيير في كيفية يعني اجتياز المقابلة الشفوية للتعليم يعني بين ذلك الذي كان قبل 2022 وبين الشكل المقابلة الشفوية في 2022. وكما تعرفون كذلك انه كان مبارسة اثنائية للتعليم هذا العام بحكم الخاصة اللي يعني من بعض الجهات بعض التخصوصات. وبالتالي بزاف ديال لي كومنتير وبزاف ديال الناس كيتواصلوا معي بخصوص انه هون هدر اليوم على كيفاش هدر هادلون كيفاش عفوان داز هادلون تخوتيان اوغال ديال تعليم 2022. ندير هاد دورة اللي دازت في انوان بير ويعني هاد الاساديد اللي كانين دعبوه في المراكز الجهوية لمهان التربية والتكوين. نبدأ اولا بالتوصيف ديال هان الشهوية ديال 2022. كما تشوفوا الاختبار رادي يكون على يحتى في المباراة الاستثنائية كموقع ان هادي يكون نفس يعني بالنسبة تسعة وتسعين في المية. هادي يكون نفس 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 التوصيف حتى في هذه المباراة الاستثنائية. دونك اه انه هو بنسبة لها اعداد وتقديم درسات وضعية ومناقشة. فهذه الوضعية هادي تكون اه على شكل درس. يعني ممكن يعطيك مثلا جودة عفوان واحدة درس ويقول لك تصوب منه جودة هذه الشي درس. اعطيك واحد مثلا واحد التكست ويقول لك تصوب منه جودة هذه الواحدة الدرس. ولا غد يعطيك مثلا واحد الاكستخي انك تدير ليه كومنتير كومبوزي ولا غد يعطيك مثلا انك تفسر واحد العسيطات يعني يعني على حسب ديك شي اللي جاك على حسب ديك شي اللي هتاخذ في الورقة. دونك فكتدخل مثلا عند الجنة على حسب يعني هدو اللي كانوا دوزوا هاد المتحان الشافوي يعني على حسب ما عاودوا لنا. انه كتدخل عند الجنة كتهزو واحد الورقة. فكتلقى في ديك الورقة هي اما اكستخي فيها درس. او لا يعني فيه اه فيه مثلا انكستخي دير واحد لغمان مثلا من اللي كانوا في سينك يام ولا في سيز يام ولا في الباق. او لا ممكن تلقى مثلا واحد التكست انك تدير ليها دي سيختاتيون ولا كومنتير كومبوزي ولا انك تلقى مثلا واحد لنصيتاتيون ولا واحد بروفيرب انك تحاول اه تفسروا. اه لذلك فكينين بزاف يعني ديال ديال الوضعيات. فاش كتاخد مثلا ديك الورقة كتحلها كي يقول لك مثلا نسير سير واحد لقاعة ديال التحذير. فهذه المدة ديال التحذير اللي كتشوفها دبو في الجدول اللي فيها ساعتان يعني هدي تكون غير ديال التحذير عتمشي الواحد لقاعة غادي تحضر بدون استعمال يعني الهاتف وبدون استعمال اي وسيلة اخرى. عادي تمشي لذلك لقاعة عادي تاخد الوقص ديالك عادي تحضر ديالك الدرس ديالك. الى كان مثلا درس عادي تصوب لها جدادة. الى كان كومنتير غمبوزي عادي تصوب دك الكمنتير. الى كان مثلا سيختاتيو غادي تصوبها. يعني على حسب الوضعي اللي اجاد فيك. فاشك يعني فاشك تسالي ديك ساعتين ديال التحذير. عادي تكون مدة العرض عشرين خيخها. يعني لك الدرس م일�ية. الزوجة ده هي اللي صوبتي هي اللي حضرتها. ففا في هذيك عشرين دخيخة ديال العرض. عادي تحاول انك تقدم ذاك شي اللي يحضرتها. ذاك الدرس مثلا اللي صوبتي هي جدادة. عادي تقلس عند الجنا. عادي تحاول تعضر لي ومعلى. عشنو عادي تدير بش يعني بش تعرض ذاك الدرس. مثلا را غادي ندخل لقيس ما غادي ندير هذه غادي ندير هذه من بعد غادي ندير هاد الخطوة من بعد أن ينطرح هذه الأسئلة على التلاميذ. من بعد أن تحاول أن تقول لهم ذلك شيء. لا يجب أن تتصبرها و تخيل بأنه كان يتلاميذ وتعرض الدرس. فقط تحاول ذلك الجدادة تشرحها للجناء. كيف سنصبقها؟ كيف سيأتي في المرحلة الثانية؟ في الثالثة الأسئلة التي سنطرحها؟ كيف سيكون نوع عمل مع التلاميذ على شكل مجموعات؟ يعني على حسب ذلك الجدادة التي حضرتها. إذا كان ذلك الشيء الذي حضرتها في هذه الوضعية كانت مثلا عرض تحاول أن تقرأ ذلك الكومنتر أو التفاوة وتحاول أن توقف عند علامات الترقيم أو التفاوة. حتى الآخر لن تكمل العرض. فسأتي المناقشة في 30 دقيقة. ما هي ذلك المناقشة؟ ينقش معك الأخطاء. ممكن يسغلوك. ممكن ينقش معك مثلا شيء خطأ دارته في الجدادة أو شيء خطأ دارته في الكومنتر المناقشة. ممكن يسغلوك أي سؤال في المناقشة. ممكن يسغلوك أي سؤال في المناقشة. في المناقشة. ممكن يسغلوك. حتى يسغلوك في الكاتب. ممكن يسغلوك. مثلا بالزاق. ممكن يسغلوك. ممكن يسغلوك أسئلة في الكورن ويجب أن تكون هناك أشياء في ذلك الكومنتير التي تستعملت في ذلك مثل هذه الأشياء، ما هي نتواجه غماتيكاً؟ ما هي فونكشيون في ذلك الجملة؟ إلى غير ذلك في الأخير، كنت سيديك من الصعادة المناقشة كنت تأتي نهاية الامتحان وتسلم البطاقة الوطنية وتخرج في انتظار النتائج كنت من التوفيق للجميع فهذا المباراة الاستثنائية وفي باقي المباراة التعليم إن شاء الله وكذلك بالتوفيق الأستداء المتواجدين حالياً بالمركز الجهوي لماع التربيع التكوي